كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مسجدات التفاهمات والمباحثات بين حزبه والحكومة الاتحادية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة كريم أكد أنه ما تزال التفاهمات والمباحثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة بشأن النقاط الخلافية على حصة إقليم كردستان في الموازنة مبيناً أنه تم الاتفاق على بعض منها ولا يزال البعض الآخر حيث تم جمع تواقع بعقد جلسة التصويت على الموازنة اليوم الثلاثاء وأضاف أن الكرد بانتظار الإعلان الرسمي والاتفاق النهائي مع الإقليم حول عقد الجلسة لافتان إلى أن عدم إقرار الموازنة هذا الأسبوع يعني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى